يمه خفيف يحب المزح يحب الططق يحب الوناس وما يأخذ الأمور بجدية هذا الأكثر شيء عجبني في الشعب السوداني كان يمزح البعض يتصور أنه إذا وقف قدام المحقق في النيابة وقال والله أنا كنت أمزح أو نيتي كانت طيبة المحقق بيقول آه ما عليش تمزح حقك علينا عسكري فكلك لبشات تفضل لا دائما أقولها أن النية الحسنة وسلامة المقصد أو الدافع الطيب لا يعني التقليل من خطورة الجريمة المرتكبة أو المخالفة تعاقب وإن كانت نيتك حسنة وإن كان مقصدك سليم خذوا هذه القصة التي أنا وقفت على وقائعها بنفسي هذا شاب من جدة طلع مع أخويا إلى منطقة الطايف كانوا أخويا من أهل تلك المنطقة جلسوا في آخر الليل شاب النار أخويا حبوا يمزحون معه كلموا أقاربهم قالوا عندنا واحد من جدة نبقى تفجعونه جوا مباشرة خطفوا هذا الشاب حطوه في شنطة السيارة ومشوا خرج الجوال تواصل مع والد وأرسل أرسل رسالة لأبوه في شنطة السيارة قال أنا اخططفت في المكان الفلاني في طريق الشفاء السيارة لونها كذا نوعها كذا مباشرة الأب تواصل مع 911 عمم على السيارة أوقفت مباشرة فتحوا الشنطة وجدوا الشاب مسكوا الشباب أحالهم للقسم من القسم إلى النيابة النيابة كتبت يوم لائحة اتهام أصحاب الحق الخاص تنازلوا عن الحق الخاص وذلك لم يشفع لهم النيابة اتهمتهم بالخطف وترويع الآمنين وطالبت بحد الحرابة وصلوا لتلك المرحلة مع أن دافعهم كان المسح وحيلة للمحاكمة جلسوا جلسة أولى جلسة ثانية القاضي شاف أنهم يمزحون وشاف الرسائل وتحقق منها هل اكتفى أو هل شفع لهم ذلك وحكم بعدم دانتهم لا أدانهم القاضي ولكن خفف عليهم العقوبة وحكم عليهم بالاكتفاء بالمدة السابقة التي قضوها في الحبس طوال تلك المدة كانوا محبوسين شيء واربعين يوم تقريبا عينوا محامي دفعوا مبالغ كل ذلك دافعوا المسح دائما نقولها سلامة القصد لا يعني التقليل ترجمة نانسي قنقر